استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية بشأن جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية NICE وهذه الجهود المتميزة الدولية بالمملكة المتحدة أشار تقرير هيئة الشراء الموحد إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع المنظمة الدولية بالمملكة المتحدة وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال اقتصاديات الدواء